مبارب عشر دقائق أو سبع دقائق فيه أوقات بعد المباراة على طول وفيه أوقات لا تستنى شوية كويس قوي هل ده أنت بالطريقة تحافظ على حقوق النادي بالأسلوب ده؟ طبعا أولا أنت عايز حق النادي يرجع أو عايز حاجة استفادة للنادي تبقى موجودة أو حاجة أفضلية لك في الفترة اللي جاية أو أنت عندك شوية حاجات ممكن يبقى في مرحلة ما أنت مش مكتمل للصفوف فعايز تستنفر اللعيبة اللي عندك عشان تعوط أيوة حاجات معينة غيابات معينة نفس الآن بغلط شوف حد لحد ما تأه مرة مرة في دوري 2019 كنا الأخير وبعدين أول مباراة ليا بعد الرجوع دي كانت المؤولين عارض مش عارفين نجيب كورنر مش عارفين مش عارفين نوصل مش عارفين نوصل خالص وعندنا كمية إصابات حوالي بتاع 17-18 العيد وعندنا مستشفيات وبنلعب كل ثلاثة أيام بيترو جيت ساعتها كان بيلعب بأحمر وزرق تمام؟ واحنا اللبس الأساسي بتاعنا أحمر فبيض فأحمر طبعاً والاحتياطي أزرق فازرق فازرق فحالي إحنا مش فيها أحسن حاجة مش فيها أحسن حالي الحاجة اللي ممكن تعوضها زي ناجيريا مع تونس على فكرة كده أيوة الحتة الروح بالضبط كده فأنت عايز تعمل حالة جديدة وطوطة جديدة عشان ما تبعتش هتروح فين ده أنت الأخير هتروح فين هتروح فين هتروح فين فخدت قرار إن إحنا هنلعب بالأحمر بكرة مش عن طرق وانت هتلعب في بترويجيت في سويس هتروح في بترويجيت السنين اللي قابلها كلها بس لاحة بتقولش كده لا لاحة بتقول كده بس فيها سطر صغير قوي قد كده اللي هو هقول هو لك دلوقتي فكل السنين اللي قابلها إحنا نلعب بالطبع من الاحتياطي وبترويجيت تلعب بالطبع من الاحتياطي إحنا نلعب بالطبع من الاحتياطي وبترويجيت تلعب بالطبع من الاحتياطي سواء هنا أو هنا ممكن لاحق بعد كده كنت غيرت لكن انا بقول في وقتها في سطر كده مكتوب اذا تعارض المضيف زيه الاساسي مع الزي الاساسي للضيف والاحتياطي زي الاساسي والاحتياطي للضيف واجب على المضيف التغيير وانت بسكتي يعني 3-4 الكلمات كانت في الاخر اذا الكلمتين دول بتحكم على مين ان هو يغير اللي انت رايح له بقى انت اللي انا رايح له وهو بلبس بقى احمر فازرق وانا بلبس احمر والطاقم التاني بتاعي ازرق فاذا انا اللونين بتوعي متعرضين مع الزيه الاساسي بتاعك فانا غير ليه لما البندي بيقول كده فاجينا قبل المطش انا ساكت خالص لحد انا عايز الموضوع يكوني واللعبة بتسخن يعني عشان الدنيا تتغير يبقى فيه يعني حافز حافز اه طبعا اوكي ف.. خلاص هننزل كان مين المدرب ساعد مدير فارق كان مدير فارق كان مدير فارق كبتم محمد يوسف محمد يوسف كان محمد يوسف مجاتش على ذهنه دي ها لا ما jadi شغلتي يعني شغلة then ايوه المدير الكوريا تخبار يا سايد او الله خلاص هننزل كان كابتن البن هو الحكا حموض البن الحكا حموض البن الحكا حموض البن الحكا تمام فقالوا لي خلاص انت مش عارف تلبسوا كذا وهم يلبسوا كذا هل بس احمر انا هل بس احمر يعني لو جي مين المرائب ساعتها جالي وقال لي لا انت الاعتقاطي وانت مش عارف ايه وهم عشان مشكورين يعملوا قلت له هل بس احمر انا مش هلغب مش اغير لوني يلبسوا احمر بقى موافقين ان هم يلبسوا احمر يلبسوا ازراء يلبسوا معرفش مين انا هل بس اللون بتاع مش هغيروا واخرنا المباراة اخرت حوالي بتاع 27 دقيقة انا فاكر 27 دقيقة بس كل ده كانت اللعيبة شايفها انا عايز اللعيبة تشوفها لعشان تأثر فيهم لعشان يقول يعني يوصلهم ان هم مش عايزين نلبس الزي بتاعها يعني جايل لنا على دي كمان وتكلموا عليها تعمل لنا حلم للصنفار والحمد لله كسبنا المباراة يعني فاصل ان فيه وقت من الوقت انت بتبقى عايز بس الحال تت تروح تبقى موجودة تعوض شوات حاجات تانية انت كليك تصريح الموسم اللي فات وقلت مش هنسق في حد تاني كنت تقصد ايه قبل ما تجاوب هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجل